ادارة نظام التعليم العام ذلك المكان الذي تهيأت به نفس رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وصبت فيه روحه قبل أن يكلف بالرسالة وهو في سن الأربعين عندما أصبح أهلاً لما انتظرهم المسؤولة كبرى وتباعة عظمى انتقل المعلمة العظيم من غار هراء إلى دار الأرقم ببناء في الأرقم لتقوم بمثابة المدرسة الثانية للتعليم في الإسلام وفيها يتحول قول رسول صلى الله عليه وسلم إنما بعدت معلماً إلى واقع عملي وحينما ضاقت تلك الدارة بالأعداد الكبيرة التي أقبلت علي الإسلام بعد الهجرة وبعض مضايقة المشركين للمسلمين والطهادهم لهم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فأنشع عليه الصلاة والسلام المدرسة الإسلامية الثالثة داخل مسجد في المدينة المنورة حيث كان هو المعلم الأول في هذه المدرسة وتلامذتها هم الصحابة ورضوان الله عليهم أجمعين أما مقرراتها الدراسية فهي كتاب الله وسنة رسوله الكريم أما أهدافها فتتلخص في إخلاق البشرية من الظلمات إلى النور ازدهرت الحركة التعليمية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين ثم في عهد الخلفاء الأموين وكذلك الخلفاء العباسين ازدهر عظيماً نهلت من علومها بلاد العالم أجمعين مما كان له الأثر الواضح في النظر الأوروبية بعد أن ظلت أوروبا غارقة في ظلام العصور الوسطى الحركة التعليمية قد بدأت تعليم النظام في المملكة العربية السعية تقسم إلى ثلاثة أنماط تتمثل في الآتيين تعليم موروث تعليم تقليدي موروث يتمثل في الكتاتيب وفي حلقات الدروس في المساقد وفي مجالس العلماء في أنحاء البلاد تعليم حكومي يمكن أن يطلق عليه تعليم نظامي يتخذ اللسان التركي لغة له ويوجد في مكة والمدينة الثالث تعليم تقليدي في جوهري لكنه يحاول التقديد عن طريق إدخال بعض العلوم المطورة في منهجين نشأه في المدارس الأهلية خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية من المملكة هذا المخطط يظهر بشكل عام مستويات الإدارة التعليمية نتحدى الآن الإدارة العلوة ونقصد بها وزارة التربية والتعليم أو وزارة المعارف سابقا المستوى الثاني نقصد بها الإدارة الوسطى ونقصد بها الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة ونقصد بالإدارة الوسطى إدارة التربية والتعليم بالمحافظة ثم المستوى الثالث الإدارة الإشرافية ونقصد بها المستوى الإقرائي والإدارة الإشرافية أو ما يسمى بإدارة المدارس بالنسبة للإدارة العلية المتمثلة بالوزارة وتشرف على التعليم العام في المملكة تهدف الوزارة إلى إتاحة فرص التعليم لكل مواطن في سن التعليم وفق قدراته وإمكانياته ورغباته وتوفير خدمة اللازمة لذلك وتوفير الاحتياجات التعليمية من الإنشاءات والمرافق والمواد التعليمية وتسعى إلى تحسين القائم منها واستثمار رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل تلك المشاريع وتطوير المناهق وتحديد نظم التعليم العام بما يتواءم مع متطلبات التنمية حسب السياسة التعليمية التي ترسمها اللقنة العليا للتعليم في المملكة الإدارة الوسطى إدارة التعليم وتربط إدارة التعليم بالوزارة وتشرف على إدارات المدارس وأمور التعليم في مناطقها الجغرافية والمملكة مقسمة إلى 13 منطقة جغرافية هي بشكل سريع منطقة الرياض، منطقة مكة المكرر، منطقة عسير، منطقة المدينة منورة، منطقة الغسيم، منطقة الشرقية، منطقة الباحة، منطقة الجوف، منطقة حيل، منطقة جازان، منطقة تبوك، منطقة نجران، منطقة الحدود الشمالية وكل منطقة من هذه المناطق تتكون من محافظات وتوجد في المملكة 32 إدارة التربية التعليم في هذه المحافظات أرجو من أبناء الطلبة العودة إلى الكتاب المقرر في صدق 117 للتعرف على إدارة التربية والتعليم في المحافظات يفوض الوزير مديري إدارة التعليم بالصلاحيات المالية والإدارية التي تعينهم على سير العمل وتنفيذ الأنظمة والتعليمات وعلى الإشراف على سير أعمال المدارس وبرامجها وتشارك إدارة التعليم بالمناطق في رسم السياسة التعليمية وفي اللوائح والنظم ووضع القرارات وإلى تقديم اقترحات تطوير العمل والبرامج التعليمية تباشر إدارة التعليم تقويم أعمال المدارس والبرامج التعليمية للوقوف على مدى فاعلية العاملين بها في تحقيق أهداف العمل المستوى الثالث الإدارة الإشرافية ومسمى بإدارة المدارس تمثل المدرسة أدنى مستوى الهرم الإداري للتعليم حيث تدرق المسؤوليات التعليمية حتى تصل إلى مدير المدرسة والتي تعتبر المكان الحقيقي للتنفيذ البرامج والسياسات التعليم وممارسات العملية التعليمية على رأس مدير المدرسة يساعده وكيل أو أكثر تعتبر إدارة التعليم المرقع الأول مدير المدرسة في كل ما يتعلق بسير العمل في المدرسة وله سلطة تنفيذية في نطاق الاختصاصات التي تحددها اللواحي والنظام كما أن له إشرافاً إدارياً على العاملين معه في المدرسة يقدم مدير المدرسة لإدارة التعليم والاقتراحات التي تتعلق حسن تنفيذ المنهج والبرامج المدرسية والوسائل التعليمية وكل ما من شأنه تحسين عمل المدرسة والتطويره ويشارك مدير المدرسة في عملية الإشراف والتوقيه التربوي في مدرسته واقترح البرامج التدريبية للعاملين وتقويمه وبالتالي عرض لصلاحيات مدير المدرسة توجد عدة صلاحيات منحة من وزارة تربية التعليم لمدير المدرسة تتمثل بثلاثين صلاحية أرقمون أبناء الطلباء العودة إلى الكتاب المقرر والقراءة مرة واحدة على الأقل للتعرف على هذه الصلاحيات وهي من صعد 139 إلى صعد 148